بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي الله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسمي محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الارضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الروايات التي تحدث بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عما سيجري في المستقبل ما نسميه بعلامات الظهور هذه الروايات قيلت في زمن ليس هو الزمن المخصص لوقوع الأحداث التي تكلم عنها الإمام المعصوم صلوات الله عليه لذلك المتلقي يوم ذاك له مهمة واحدة هي أن ينقل الرواية التي سمعها إلى الأجيال التي ستأتي من بعد ذلك وبالنتيجة لا توجد ضرورة في أن يكون اللفظ الذي تكلم به الإمام في ذلك الوقت مفهوم بحقيقة ما أراده الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما تحدث عن ذلك هو يقول لجابر بن يزيد الجعفي يقول الإمام الباقر عليه السلام يحدثه عن علامات يقول له إن أدركتها بعد ذلك يشير إلى أنه هذا ليس في زمانك ولن تدركها الكلام هنا حينما يكون المتلقي الأول ليس هو المعني بهذه الرواية بقدر ما أن وظيفته هو أن ينقل الرواية إلى الآخرين في زمن كان الشيعة أيضا منهم يكون في محاولة التعرف على وقت ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو وقت قيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانوا يبحثون أيضا عن العلامات يعني في الرواية التي يتحدث فيها هشام بن سالم الجواليقي رحمة الله عليه حينما خرج طالب الحق فقيل للإمام أنه نحن نتمنى أو أنه لعله يكون هذا هو اليماني نفس هذا السؤال يعرف عن أنهم كانوا يبحثون لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكونه كان يريد إيصال رسالته إلى الأجيال اللاحقة ما من ضرورة إلى أن يتحدث بلغة يطهمها حق الفهم من سمعها كذلك نحن عندنا في القرآن الكريم قد يرد في بعض الروايات إلى أن هذه الآية لم يحن تأويلها السبب لأن السائل الذي سأل في وقتها لم تكن المعطيات الخاصة بتأويل هذه الآية واضحة وصريحة ويمكن له أن يفهمها أما في يومنا هذا لا شك ولا ريب أن المعطيات تكاثرت الخزانة العلمية عند الباحثين أصبحت أكبر بكثير من السابق وبالنتيجة يمكن لنا أن نقول بأنه حينما نريد أن نلج إلى فهم هذه الروايات علينا أن لا ننظر إلى الألفاظ فحسب وإنما علينا أن نغوص في داخل الألفاظ لكي نحاول أن ندرك ما أراده الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفي بعض الأحيان قد نتمكن من ذلك وفي أحيان أخرى قد لا نتمكن لأنه قد تكون من صنفي الروايات التي أشارت إلى أنه لم يحن أوان تأويل هذه مثل ما شفناها لم يحن تأويل هذه الآية أيضا يمكن الرواية يمكن لها أن لا يكون حينها قد أزف وقد وصلنا إليه بمعنى أنه إذا كان في زمن جابر بن يزيد قدس الله روحه الزكية قيل له أنه لن يدرك تلك الروايات وبالنتيجة عليه أن يتلقى تلقى الألفاظ وينقلها إلى الآخرين عند ذلك يمكن لنا أيضا أن نعمم الأمر أنه إحنا في زمن نهم يجوز بعدنا إحنا علينا أن ننقل الأمر إلى غيرنا غاية ما هنالك إن غصنا في داخل هذه الروايات وأنا أقطع بأن الروايات التي تحدث بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يوجد فيها رواية تتحدث بلغة المباشرة بحيث أنه إذا ما فككنا الألفاظ إذا ما رجعنا إلى قواميس العرب ومعاجيم اللغة وما إلى ذلك يمكن أن نستدل بها على طبيعة مراد الرواية وإنما الروايات بطبيعتها تم التكلم فيها بلغة فيها الكثير من التشفير وفيها الكثير من التلغيز ما يعني أنت من تريد تروح إلى شيء مشفر عليك أن تلقي ما نعبر عنه بالباسورد أو بكلمة المرور اللي يمكن إلها أن تفتح إلك التشفير لذلك هنا نجابه مشكلة مع الكثير من الباحثين في هذا المجارس على سبيل المثال نحن لدينا رواية في غيبة النعماني وهذه الرواية عينها قد نقلها صاحب البحار صاحب البحار نقلها بلفظ والنعماني اللي هو صاحب الأصل نقلها بلفظ اللفظ من الذي أوصله لنا الناسخ للشيخ المجلسي سمعه من النعماني ولا النعماني أسمعنا إياها وإنما ثم تناسخ نقل الرواية والناسخ هنا قد يقع بمشاكل كثيرة جدا ينسى حرفا تزيد عنده نقطة ما إلى ذلك من مشاكل الناسخين والنساخ مشاكل معروفة جدا في هذا المجال يعني حينما يروي الشيخ النعماني قدس الله روحه الزكية بأنه لا بد لنار من أذربيجان لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم من يجي العلام المجلسي طيب الله رمسه وينقل لنا هذه الرواية بحث حرف الرام لا بد لنا من أذربيجان فإذا كان كذلك لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم من الواضح جدا أن المعنى المتبادر الأولي أن ما نقله الشيخ المجلسي لا معنى له باعتبار لا بد لنا لا يقوم لها شيء شنوه اللي لنا لا بد لنا من أذربيجان لا يقوم لها شيء لا بد أكفت شيء اللي جعل هذه الجملة في خلل معين بس هذا في التلقي الأول لللفظ على الباحث هنا أن يسائل نفسه في قبالي لنار أو لنا كيف يمكن له أن يخير نفسه باعتماد أحد اللفظين يعني هل هي لنار أو هي لنا بسقوط بإسقاط حرف الرام نأتي ونقول فكونوا أحلاس بيوتكم ما علاقتها بهذا اللنا إذن لا بد أن يكون هناك شيء مخيف يؤدي إلى أن يطالب الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنتم لا تتحركوا كونوا جلوسا في بيوتكم ولا تتحركوا فإذا تحرك متحركنا بعد ذلك فسعوا إلينا الكلام هنا هذا في البداية على الباحث هنا أن يدقق في طبيعة المخرجات أو القراءن الحافة بهذا اللفظ فينتهي إلى قضية حقيقية هي أنه هذه الكلمة ناقصة وإنما لا بد من القول لا بد لنا من لا بد لنار من أذربيجان حتى يكتمل المعنى هنا أنا من تجي إلى كلمة من أذربيجان وأتعجب على الكثيرين اللي جاء يخوضون بهذا المجال يجي يكتب أذربيجان معروفة بأذربيجان الدولة اللي نشأت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي كأنه الإمام صلى الله عليه وسلم جاء يتحدث عن هذه الدولة عن هذا الوقت اللي بعد خروجها من الاتحاد السوفيتي سيكون هناك أذربيجان السؤال ما هو أنه أذربيجان هي هذا لو غيره وإنما تعال شوف أنه هذا يقول لنار من أذربيجان فكونوا أحلاس بيوتكم النتيجة لا تتواثق مع طبيعة المقدمة اللي موجودة أذربيجان إذا كان المراد بها الدولة المعاصرة لا شك ولا ريب أنه لا يمكن أن يقال لنا كونوا أحلاس بيوتكم أذربيجان دولة شيعية في غالبيتها وعند ذلك الشيع لا يمكن له أن يقال له أنت مالك شغل ثم من جاء يقول من أذربيجان مو في أذربيجان عليك أن تفكر أنه هاي النار ما معنية بأذربيجان وإنما أذربيجان ستكون منطلق لهذه النار والأهم من ذلك هل يا ترى أن المكان الذي يذكره المعصوم قبل ألف وكسر سنة هو عين المكان الذي يوجد فيه واقعنا الحالي لو الأسماء تتبدل والأسماء الأماكن تتسع تضيق تذهب ما إلى ذلك شكل طبيعي إحنا شفنا في رواية الكبر الخمسة يشار إلى فلسطين ويشار إلى الأردن بعنوانها من الكبر الخمسة من الروح نقول حتى نعرف لا بد من أن ندقق هل يا ترى فلسطين التي يشار إليها هي فلسطين التي نعرفها اليوم أو تلك التي يعرفها الإمام في ذلك الزمن ويعرفها زمن الإمام في وقت إلقاء الكلام لا شك ولا ريب أنه إذا اعتمدنا واحد من الخيارات يجب أن يكون لدينا دليل دليلنا إذا قلنا فلسطين هي اللي موجودة اليوم بشكل واضح نقول زين الروايات اللي تتحدث عن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحرر فلسطين فكيف تكون السفياني هو الذي يحرر فلسطين ويأخذ فلسطين ويسيطر عليها بعد ذلك يجي واحد يبني على هذا الكلام ويقول إذن الفلسطينيين كلهم راح يكونوا في جيش السفياني ما عندنا خيار إلا أن نذهب إلى طبيعة فهم زمن الإمام لهذا اللفظ وماذا يعني هذا اللفظ بالنسبة إلى هذه البقعة التي سيسيطر عليها السفيان حينما تأتي إلى حديث الكوار الخمسة راح تشوف أنه راح تذكر مناطق من دون مناطق أخرى المناطق الأخرى شنو اللي راح يصير بيها يعني افترض الآن يذكر حمص يذكر حلب يذكر دمشق يذكر فلسطين يذكر الأردن وإحنا في تحليلاتنا قمنا فلسطين المراد بها الجولان وما يأتي من بعد الجولان بالنسبة إلى سوريا هذه المنطقة أيضا هذه الجبال كانت تسمى بفلسطين في ذلك الوقت وقلنا أيضا الأردن المراد بها الوادي اليابس المراد بها هو حالة يعني جنوب سوريا اللي هي منطقة درعة وما يقابل منطقة درعة لكن هنا من أجي وأقول أنه زين اللاذقية وأن صارت قرسوس وأن صارت هذه مناطق مهمة جدا ليش ما ذكرت هل هي موضوع ضمن السيطرة أم هي خارج السيطرة هل هي مهمة أو غير مهمة متابعة الدلالة يفيدني في طبيعة معرفة كثير من الأمور ليش هذه المحافظة أو هذه المنطقة لم تذكر ليش لم تذكر مثلاً محافظة الحسكة اللي هي شمال شرق سوريا محافظة كبيرة حدودية وهو لا يكون له همة إلا الإقبال على العراق ليش ما تذكر هذه هذه نستفيد من عدها في طبيعة رسم حراك السفياني مواضع قدرته اللي هي من يقول أنه ما تذكر اللاذقية هنا نكون أباوع قدرة السفياني إذن مين جاية إذا هذه الكوار الخمسة هي المراكز التي سيحارب فيها إذن مركز القدرة وين في المنطقة اللي ما رح تذكر ضمن المناطق اللي يحرر هذا الاستنتاج مطلوب جدا للباحث حتى يكون دقيقا في الوصول إلى المعطيات الحقيقية مطلوب جدا لأن الروايات لا تفهم على علاتها أنا ذاكر أكثر من مرة هنا روايات علامات الظهور مو روايات فقهية أو عقائدية يمكن أن تفهم بقوالبها وإنما لأنها ترتبط بأحداث والأحداث تدخل فيها عوامل متعددة لذلك لابد من النظر إليها بعين أخرى وبطريقة مختلفة عما ينظر بها إلى الروايات الأخرى على سبيل المثال الآن إذا أجي إلى الروايات التي تتعلق بالأمور الأخلاقية صلة الرحم حينما يقول تزيد الرزق أو ما إلى ذلك القالب واضح جدا صلة الرحم إلها معالم واضحة جدا وزيادة الرزق أيضا أو زيادة في الأعمار واضحة جدا ما يحتاج إلى أن نحلل من المقصود بالرحم هنا ويجوز يجيني رحم من دولة أخرى أو ما هذا الكلام عدي شيء قالب جاهز مقهوم جاهز معطيات جاهزة لذاك الوصول إلى المعنى بالنسبة إلي سهل أما من يجي يقول لي نار من أذربيجان لا يقوم لها شيء هنا علي أن أذهب باتجاهات كثيرة جدا حتى أقدر أطلع على أو أقارب فهمي مع ما أراده الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أن أدقق ليش قال هاي الكلمة هنا ليش ما قال الكلمة الفلانية هذه كل مطروح في الحديث في المراد أثناء الحديث عن علامات الظهور إذا أردنا أن نفهمها فسأل يريد يسلقها سلق أو ما إلى ذلك هذا هو وشأنه لكن هل يصل إلى المعنى الحقيقي ها مسألة أخرى والأنكى من ذلك أن الذي يتساهل في تتبع المعطيات الخاصة بهذه العلامات ماذا سيفعل لو أن الحديث ينطبق على وقته الذي يتحدث به أو الذي يحلل به أنا أعتقد أنه نار من أذربيجان راح تصير في أذربيجان الدولة المعروفة اللي انسلخت من الاتحاد السفيد وأبقى أن تظر هاي النار صارت ما صارت صارت وعليك أن تسأل شنو كلمة لا يقوموا لها شيء شنو دلالات لا يقوموا لها شيء ليش قال من أذربيجان ما قال في أذربيجان أذربيجان ليش قال كونوا أحلاس بيوتكم وهذا كلهم يراد لهم تحليل وكلهم يجب أن توضع لهم سلسلة من الأبحاث لإكتشاف الترابط بيناتهم أذربيجان إذا في زمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تحكي قصة أخرى غير القصة اللي إحنا نعرفها الآن يعني الآن أذربيجان على اللي رجوني يفسرون بهاي الطريقة الساذجة أو البسيطة أو ما إلى ذلك عليهم أن يجاوبون يا أذربيجان المقصود بها أذربيجان اللي إنسلخت من الاتحاد السوفيدي ما عنده مجال أن نقول هذه لو ذيتشا أطلاقاً ما عنده مجال اثنين هن أذربيجان اثنين هن تمن إلى طائفة واحدة اثنين هن تكلم بلغة واحدة وبالنتيجة شنو ش راح يصير ثم هذه من أذربيجان وين تروح بياء اتجاه تروح علي أن أفكر بعدة عناصر وسبق لبعض أخواننا سمعوا بعض هذا الحديث في الدورات الخاصة لكن مع كل ذلك أشير إلى لمحل الشاهد أشير إلى أنه حتى نؤمن قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم لها شيء نؤمن قوى تتصارع فيما بينها من الضخام بمكان من القوة بمكان بحيث لا توجد قوة تستطيع أن تفك الاشتباك فيما بينهم لا يقوم لها شيء يعني ما يكون أحد ينتصر وما يكون أحد يوقف هاي النار بشكل طبيعي نحتاج إلى قوة كبرى حتى يمكن لها أن تؤمن هذا الأمر ولا يقوم لها شيء عن كل العالم مما لأنه قوة فالنار كبيرة طلعت وأحدهم يحلل يقول هاي الآبار راح تحترق لا يقوم لها شيء قصة مختلفة يعني يعني يجب العالم كله يريد يوقف ومجا يقدر يعني يوقف هذه النار إذا كان الأمر كذلك وأكون أحلاس بيوتكم علي أن أفكر بأن المعني بهذه الحرب لا علاقة له بشيعة أهل البيت بل لا علاقة له بالمسلمين يعني ما ما يعني هو اللي يقول من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم اشلون يجي يقول لي انه اذا صارت معركة بيناتهم انت مالك شوف بينما اذربيجان التاريخية نجي نرجع لها في كتب الجغرافية التاريخية نشوف اذربيجان حدودها في كييف او في بلاد الخزر حدود اذربيجان القديمة كانت تمتد من قرابة الاهواز وبعض مناطق العراق جنوبا تمتد الى بلاد الخزر اللي هي اليوم اسمها اوكرانيا بلاد اليهود وفي كتاب حدود العالم اللي هو من كتب القرن الرابع يشير الى انه تنتهي عند حدود خيرسون وتيب تبين هاي الاسماء هم قديمة مو اسماء جديدة بذاك الوقت اذا كان المرمى هو بهذا الاتجاه عد يكونوا احلاس بيوتكم افتهمتها انه ما لا علاقة بينا لكن من اذربيجان باتجاه هؤلاء معناها قطعا انا احتاج الى قوة كبيرة هي التي تتصدق ويشار ايضا في حدود اذربيجان بلاد القوقاز كانت بلاد القوقاز هي من جملة المناطق التابعة الى اذربيجان في وقتها شي صور عندي صور عندي ان البلد الذي تنشب منه النيران ليس بمسلم والذي يوجه اليه النيران ليس بمسلم هذا اولا الثاني يجب ان يكون هذا البلد وذاك البلد من القوى الكبرى فالسا اذا مو كبير في ذاته يعان من قبل الكبار ويصبح يؤدي الى وجود مانع في قبال من يقبل من يؤسس لهذه النار سيجد الموانع التي لا تجعله يحقق الانتصار تحقيق الانتصار معناها قام لها شيء يعني انتصره وتنتهي النار اما تستمر النيران بهاي الطريقة ويعجز العالم من الوصول الى نتيجة هذه عليها ان افكر بها كدلالات في غاية الاهمية وما اخطرها في تفسير الروايات او في محاولة فهمي الباحث يفترض ان يفكك معضلات الرواية ويقدمها بطريقة تتيح للذي يقرأ للذي يتابع تتيح له ان يرى الصورة بشكل اعمق من الصورة التي تتبدى في سطح الرواية لكن مثل ما جاي نشوف في الكثير من اللطيفة هنا احدهم يقول اذا ما دام اكو نار بهذه الطريقة اذا النار المشرقية هي المقصود بها النار المشرقية هي نفسه نار اللي تخرج من اذربيجان عمي مشرق قياسا الى المتكلم وين تصير اذا المتكلم في المدينة المنورة مشرقة هو وين بس نعم اللي قاعد بالمانيا يدري انه المشرق مالتا في هاي المناطق اما اللي قاعد بالمدينة المنورة او بالكوفة ويتحدث عن المشرق المشرق وين مكانه من الواضح جدا مكان المشرق غير الشمال البعيد جدا عن هذا هذا المكان مثل هذه الامور خطرة للغاية لانها تضلل والخطورة بها انها حينما تضلل عند ذلك اهداف علامات الظهور سوف تسقط لانه تصبح بلا دلالة يعني انت من تقول اريد اروح للبصرة ويجيك واحد يقول لك انت من تريد تروح للبصرة عليك ان تتعرف على الفلوجة يا بالفلوجة وين والبصرة وين طريقة مختلف يقول لك لا انا اعتمد انه هذا الطريق وبعش اريد بعلامات الظهور ان تكون دال على ظهور الامام صلوات الله وسلام عليه وما يدخل في داخل قصة الدلالة هي عملية التحذير والتنبيه والتحريض والتحفيز والانذار والجهد الاستخباري المقدم من اجل اتخاذ الخطوة المسبقة لتدارك الخطر الذي قد يأتي من هذه القضية جملة كبيرة من الاهداف انت من الظل للناس عن الصورة الحقيقية في ذاك الوقت هذا كله سيسقطن بعد ما لهن معنا الامام يقدم لك معلومة استخبارية مسبقة طبيعة اللي يحظى بالمعلومة الاستخبارية شي سوى يستعد يروح يتهي اذا كان اكو خطار يحصن نفسه اذا كان يقدر يزيل الخطار عليه ان يعد اذا كان يقال الى انه في هذه القضية سوف يخسر العدد الفلاني او يقتل العدد الفلاني يمكن الى ان يؤمن هؤلاء وما الى ذلك اما اذا انت ضيع بعيدا عن هذا المجال في ذاك الوقت المعلومة الاستخبارية اشو تصير كاذبة وصير في مكان اخر تنتظر كل هالفترة انه تصير هذه وهي صائرة والمي جار من جو الرجلين وما الى ذلك وما احد من انتبه هذا الغبش اللي موجود يعود الى ربما الى قصتين القصة الاولى هو الفهم السادش في التعامل مع هذه القضايا وكثير الناس ابرياء لكن عجب الوضع ان يروح يفسر الروايات بس فسر عليها طريقة فسر على الطريقة التقليدية في التعامل مع الروايات وكأنها نفس روايات الفقه أو روايات الأخلاق أو الدعاء والزيارة والأدعية والزيارات وما الى ذلك ومرة نشوف اكو جهد هدفه التضليل هو بالاصل يريد يضلل يعني مجموعة اليماني الدجال بوقت اللي يجون يروجون بهاي الطريقة الى صنمهم اللي يخلوه بعنوان مرة هو اليماني مرة سفير الإمام مرة هو الإمام الثالث عشر مرة معصوم مرة أشكاله أرناك ما دس بالأخير وين وصلوا به صار نبي ما صار نبي الله أعلم لكن هذا البازار اللي دائما يصعدون بقيمته خلو لا بد أن يقوله فتحجه معين إليه تجلب بمقطع منا تجلب برواية ضعيفة ما إلى ذلك يجيب يقدام الناس الجهلة يعبر عليهم لكن لو كان هؤلاء هدفهم التضليل علينا أن ننتبه ليش يدون التضليل هل لنفعهم فحاس أم أكو قصة أكبر من ذلك هذه القصة قد تكون الأجندات التي تحركهم تعرف بأن ثمة مداليل لديها وأنا أؤكد أن الطرف المعادي يدرس هذه الروايات دراسة معمقة جدا لحد يقول أنه أنتم جاء تكشفون أسرار آل محمد أسرار آل محمد صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين لو كانت أسرارا لما تحدثوا بها مدقل تحدثوا برواية روايتين مئات الروايات التي تتحدث عن الذي سيجري في المستقبل شنو معناها أنه تجي تقول أنه هذا كشف للأسرار ولا تتعمقون ولا تروحون زايد وما إلى ذلك الروايات قيلت من أجل أن تؤمن الإنسان المؤمن في زمن الغيبة حتى يبقى يرى بوصلة الطريق واضحة ومرئية أمامه إحنا حدثنا عن رواية عن رايات 12 مشتبة حدثنا عن أئمة الضلال حدثنا عن دجالين حدثنا عن فتن عن غرب لما نتوقع أنه كل الناس ستبقى شايف الهدف وشايف الطريق لكن أنت من يجيك واحد يقول لك أنا اليماني تقول لعامي أنت اليماني أهلا وسهلا وين السفياني وين الخراساني دليني عليه حتى أعرفك أما مجرد واحد يجيك يقول لك أنه أنا اليماني وأنت مصدق لأنه تحب هذا الرجل الذي يقيل عنه بأنه أهدى الرايات وما إلى ذلك هذا يعني ما أقول يعني شرد سذاجة في التعامل مع قضية مقدسة للغاية هي قضية الدين قضية من أتبع قضية من أقتدي به وأتحاجج به يوم القيامة أمام الله جل وعلا فإذا كانت السذاجة تأدي به إلى أن أتقد إمامي وأروح إلى إمام ضلال بذاك الوقت شوفوا خطورة السذاجة والأخوان مدعوين إلى قضية أساسية ذكرها الإمام صلوات الله وسلام معنا عمي إذا كنت في شيك أصبحت في تردد اشتبهت عليكم الأمور أوقفوا بمكانكم لا تتحركوا مثل ما واحد يقول لك هذه الأرض بها ألغام شو تسوي أنت لا تقدر ترجع ولا تقدر يعني تستمر عليك أن توقف إلى أن يأتي لديك الدليل يحضر لك الدليل لذلك الأئمة قالوا لنا توقف لا ترفضون الرواية لا تقبلوها لكن ابقوا في مكانكم إلى أن يأتيك علم من ذي علم يعني ممكن أن يدلك على هذا الطريق وإلا يعني أن أتخبط في طرق هي قيل لي مرارا وتكرارا أن طريق الهدى سيضيق وسيضيق وسيعتم عليه وسوف تنطلق رايات تظل للناس بعيدا عنه وأنا ابتنائهم أكون كل واحد أروح أتبع وما إلى ذلك هذه تضحية بالدين وتضحية بالطريق الذي وضعت هذه الروايات إذ وضعت لكي تحفظ لي معرفتي بهذا الطريق اتحدثت أنا قبل أسبوعين عن علاقة المرجعية باليمان المراد وماشاء الله يعني دفع وحده اندلعت عاصفة من الاعتراضات أنه أنت بياه حق تقول أن المرجعية يجب أن تتبع حتى من قبل اليماني نفسه وهذا أهدى الرايات ولا يجوز الالتواء عليه وهو على صراط مستقيم شنو المرجعية المرجعية تحكم بأحكام الظن ورئيسا هذا الرجل هم خلوه بموضع كأنه يتلقى من الإمام مباشرة ولأنه أكو غبش في هذه القضية أنا أسمحوا لي أن أعيد بعض الأمور التي قبل ذاكريها هنا في هذا المكان وربما في التكرار أيضا إفادة وتذكير بهذا كلمة أهدى الرايات جاءت في سياق حديث البعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن زمن ستنطلق به رايات ثلاثة زمن بمعركة هذه المعركة ستشترك فيها رايات ثلاثة حينما يقول لي أهدى الرايات هذا الجمع من المعني به هي الرايات الثلاثة هل كل الناس ينشملون به لا مو كل الناس ينشملون به رايات ثلاثة أهدى هذه الرايات هي رايات هذا الرجل الموعود ما لأجي أنا أطلعها من سياقها وأعممها هذه قص ما موجودة في روايات القص الأخرى أنه أنا حينما قال لي الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما سألناه ماذا نفعل بما سيجري من بعدك من أحداث أنت راح تغيب شنسوي إلما نرجع من اللي نستعين به حتى يدلين على طريق الهدى لم يتحدث إلا بمنطق واحد ارجعوا إلى رواة حديثنا الرجوع إلى رواة الحديث هو مبدع عقلي قبل ما يكون القصة قصة روائية جاءت برواية ضعيفة لو مضعيفة هي مبدع عقلي يجب رجوع الجاهل إلى العالم نقطة راسطر فاسألوا أهل الذك إن كنتم شنو لا تعلموا في قضية من الريد الشريعة من نقول للإمام الريد شرعكم من وين نأخذه يقول لك روح أخذه من المهندس مثلا أخذه من النجار أخذه من الفلاح لو قطعا يقول لك أصحاب التخصص هذا علم خاص يتوقف على حديثنا إحنا واللي يعرف حديثنا هو المعني بأن يعطيكم الدر لأنه إحنا تركنا لكم كل شيء يمكن أن يعترضكم في زمن الغيبة إذن الرجوع هنا رجوع لواجه محددة ما عندي خيار أن أنتخب لواجه أخرى ما عندي خيار والمؤمنين أمام أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما عدهم الخيرة في أمرهم يعني يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخير إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم نفس الشيء نحن نتحدث عن أن إمامنا يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرسول الأعظم لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى لذلك من يقول لي ارجع إلى رواة الحديث أنا عندي جهة واحدة هذه الجهة الواحدة التي اعتبرها مرجع لأموري في علاقتي معه صلوات الله وسلامه عليه أو في علاقتي مع أهل البيت من هو الراوي هنا هل يا ترى كل راوي للحديث يكون هو في محلي فهم هذا الحديث إحنا الآن عندنا حديثنا الآن اللي جاء نتحدث به نقول أكو أفهام تقرأ الرواية ولكنها لا تفهمها عندها فهم مغلوط إذا يصح هذا الأمر ليش ما يصح في الروايات الفقهية أيضا أو أن هناك من يفهم الرواية بأعماقها بالقراء الحاف بها بمتابعتها مع بقية الرواة بذلك الوقت يكون هذا عند علم أكثر من غيره وبالنتيجة أنت اليوم من تريد تأخذ الله يعافي أولادكم ويحفظهم جميعا ابنك من تريد يقول لك مريض بالمرض الفلاني أي دكتور تأخذ له تفتهم يا دكتور اللي نبيه اللي عنده خبرة اللي يطيك رأي صحيح تروح تنتخبه حتى لو كان غالي الثمن لأنه تقول صحة ابني أبدأ من كل قضية ناس تبيع بيوتها ناس تبيع أملاك عندها من أجل أن تضمن الدكتور الخبير الدقيق في هذه القضية ما معنى في الدين إحنا علينا أن نتسهل وكيف ما اتفق ناقض ديننا معنى الدين أخطر بكثير أي قضية أخر لا صحة ولا غير صحة إحنا حياتنا موكولة في أن نكون من أهل الدين إذا كنا مو من أهل الدين بعد ما لها قيمة الحياة حقيقة ما لها قيمة الحياة فإذا أجل الإمام وقال لنا ارجعوا إلى رواة حديثنا لا شك ولا رأيب أن مسؤوليتنا أولا نرجع إلى من يفهم فقه أهل البيت حديث أهل البيت و ما بين الذين يفهمون علي أن أأخذ من هو أثن الجميع لنعبر عنه بيئة الأعلم وهذه أيضا قضية عقلية مو قضية ذوقية أو قضية مزاجية أو ما إلى ذلك إحنا عندنا في زمن لعله في زمن الحسين أبو الروح قدس الله روح أو زكية السفير الثالث أرسل كتابا إلى علماء الشيعة في قم كتاب العلماء وأبرز كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قدس الله روحه زكية أحد كبار علمانا في ذاك الوقت الحسين بن روح يرسل الكتاب لكن لكن هذه بداية الممارسة الفقهية المنفصلة عن المصدر مباشرة مع أنه الإمام الصادق من زمن الإمام الصادق أو لعله من زمن الإمام الباقر من زمن الإمام الصادق بدأت عملية إرسال الإمام إلى علمائه إلى أصحابه العلماء لأجل أن يفتن ناس يفتن ناس بماذا يعني يطلب من أبان ابن تغلب قدس الله روحه ومن علماء الأصحاب في زمن الإمام الصادق عليه السلام يطلب من عنده يقول إجلس في المسجد وافتل الناس افتل الناس بالشنو شيف ما اتفق برأي هو لا لأنه يثق بأنه إنما حينما يفتي إنما يفتي بناء على رأي الإمام صلوات الله والسلام لذلك من نقول رواة حديثنا من نقول رواة الأحاديث رواة حديثنا يعني اللي ما يروي هذه القضايا ما يفتي باسم هذه الروايات يخرج من المعادل كائنا من كان حتى لو كانت عمامت أكبر من السماوات والأرض ما لقيمة القيمة أننا نحتاج إلى رجل يفتي بثقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهذا اللي خلانا نتميز عن الآخرين شنو اللي براءة وما براءة على شنو احنا نتبر من الذين لا علاقة لهم في فقههم في أفكارهم بأهل البيت احنا معتنقين هذا الفكر معتقدين هذا الخط نعتبره هو الصلاة المستقيم أي شيء خارج هذا الإطار لذلك عودا على بد إذا طلب من عندنا أن نرجع إلى العالم احنا ذكرنا قاعدة إذا كان اليماني أهدى الرايات علينا أول مرة أن نثبت النقش قبل العرش أول مرة نجيب نثبت أنه هذا مهتدي لو مهتدي قبل ما نقول أهدى الرايات لدينا مرحلة قبل أن يكون على هدى طيب في زمن الغيبة أنا شلون أعتبر الناس اللي على هدى وأميز عن غيره أرجع إلى كلمة ارجعوا هذه المنظومة الأساسية اللي ترك الإمام صلوات الله وسلامه عليه عدنا فإنهم حجتي عليكم أرجع إلى هذه الحجة هل يا ترى المؤمن لم يلتزم بهذه القاعدة هل يا ترى سيكون مؤمنا مهتديا إذا خالف المعصوم في طبيعة التوجيه اللي أصدره لا شك ولا رب لن يكون على هدى أما حينما نقول أن هذا الرجل على هدى إذن يجب أن يكون واحدا من ثلاثة إما أن يكون مقلدا أي يرجع إلى رواة الحديث بفقه بعمل العسكري ما إلى ذلك شي ردي يجب أن تكون هناك مظلة فوق ترجع به إلى رواة الحديث هذا أولا أو أن يكون لديه علم لا يجيز له التقليد ولكن يستطيع بهذا العلم أن يميز ما بين آراء الفقهاء يعني عند علم واصل إلى الاجتهاد أو قريب من الاجتهاد لكن لكون محتاط لدينه ما يقول أنا أصدر الفتوى بنفس نسميه شنو محتاط شايفين بالرسالة العملية شنو مواضع العمل بالنسبة للمؤمنين مواضع التشرع هي أن يكون مقلدا أو محتاط المحتاط هم ليس عدي فهم كما الكثيرين يفتهم المحتاط يعني أنا شوف هذا قال بالأحوات ذاك قال بالأحوات وأنا أصير هم واحد من هؤلاء اللي يلتزمون بالأحوات ليس هذا المحتاط المحتاط من وصل أو راهق الاجتهاد أصبح قريب بحيث بدأ يعرف ماذا حينما يقول فلان الفتوى الفلانية ويقول الفتوى الفلانية أيهما أقرم إلى الرواية الأدق في هذا المجال عدي حكم على الرواية الفلانية ضعيفة الرواية الفلانية حسنة الرواية الثالثة صحيحة ما إلى كل هندني أنا هذا المحتاط يعرف شيء من هذا القبيل وبالنتيجة يعرف هذا المرجع حينما أفتى بالقضية الفلانية إنما استند إلى الرواية الفلانية فس في فكري أنه لا أكو رواية أخرى ما التفت إلها بذلك الوقت أروح أشوف المرجع اللي اعتمد على الرواية الثانية والثالثة وما أصبح عندي مكنة فيه أن أفرق على معرفة وأميز على علم ما بين هذا الرأي وذاك الرأي وأتخذ من هذه المجموع أتخذ أكثر الآراء تأمينا لحفظي تمسكي بفقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أو أن أكون أن يكون مجتهدا لديه القدرة على الفتية ما يرجع إلى غيره بس المجتهد كان مجتهد جامع للشرائط ومطلق أو دون ذلك عليه حال في القضية التي يحتاج فيها إلى فتوه هو عند حالة اجتهاد بهال ترتيب المؤمن لن يكون مؤمنا والمهتدي لن يكون مهتديا إلا لم يستضل بواحدة من هذه الثلاثة فإذا لجينا هذا الشخص من هذا الصنف من ذاك الصنف بأي كان من بين هذه الرايات قلنا ماذا قلنا بأن هذا أهدى الرايات إذا ما لقينا أو لقينا ثلاث رايات انطلقت ما بها واحد يلتزم بهذه المنظومة في ذاك الوقت أنا معني به ما معني به مو وقت اليماني هذا لدغشني أنه مجرد راية رفعت وأقول هو هذا عدي مواصفات حددها إلي الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبالنتيجة علي أن ألتزم بهذه المواصفات مسألة ما مترك هكذا لا يجوز الالتواء عليه وأتسامح كيفما اتفق والله فلان سوال العملية الفلانية عجبتني إذن هذا هو اليماني وذاك فلان الفلاني سوال القضية الفلانية إذن هذا هو اليماني عجبتني ما إلى ذلك هذا لعب بالدين وشوكت بالوقت الضايع جدا بالوقت اللي ما يتحمل بين اليماني وبين الإمام صلوات الله وسلام عليه هو عين ما بين السفياني وبين الإمام خاصة أنه إذا حسبنا القضية من نهاياتها بين اليماني في العراق وبين الإمام صلوات الله وسلام ظهوره ثلاثة أشهر ونيف يعني بالوقت الضايع أي خلل في البوصلة هنا الضيع دينك الضيع عقبتك عليهم عليهم متحمسين وشاهدين راية من الآن المسألة الأخرى هنا في هذا المجال حكم حكم المرجعية يا أخوان لما يكون إلى هذا الأطلاق فإنهم حجتي عليكم هذا الحكم إلى وقت لو ما إلى وقت الوقت اللي محدد إلى هو زمن الغيبة إذن كل شيء في زمن الغيبة يجب أن يتبعها القاعدة بعد زمن الغيبة تكليف تكليف الإمام هو شيء حددنا بعد مسألة أخرى هس المراجع اللي عندنا رح يحولهم إلى وكلاء رح يقرهم على ما عملوا يمضي آراءهم هذه بعد هو شأنه باعتبار ماذا باعتبار أننا حدثنا من قبل إمامنا قبل الصيحة وقبل السفياني لن يتصد أحدا ويقول بأن له ارتباط بالإمام إلا كاذب أو مفتري من ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل السفياني شي صير قبل السفياني وقبل الصيحة شي صير فهو كذاب مفتري هنا نتعار يا جماعة الخير اليماني قبل الإمام لو بعد الإمام قبل الظهور لو بعد الظهور إذا كان قبل الظهور دعوى أنه يرتبط بالإمام من أين جئتم بها اليمام جاء يقول السفارة أغلقت السفير الرابع قال لهم لهنا وانتهينا بعد ما أكون سفير أكون نواب عامي والروايات في النيابة العامة كثيرة جدا لكن لكن إذا كان هذا الرجل قبل الظهور لا يوجد أي رواية تشير إلى أنه سيلتقي بالإمام ويأخذ أمره من الإمام أو ما إلى ذلك هذا حجي الصبياني اللي يتردد أن اليمان يأخذ رأيه من الإمام ومتصل بالإمام لا يوجد عليه أي مستند رواية نقطة لا فتر ما يحتاج لها بعد أما إذا كان بعد ظهور الإمام بظهور الإمام بعد الرايات الثلاثة بعد ما لها وجود تخلص معركة مع السفياني تنتهي بالعراق قبل ظهور الإمام بأبي وأمي والسفياني يخسف بجيشه وين قبل قيام الإمام بأبي وأمي في المدينة بين مكة والمدينة الخراساني يرسل بالبيع إلى الإمام اليماني الرواية ما تحدثت عنه شنو اللي راح يسوي ولكن كونه أهدى الرايات بشكل تلقائي راح يتحدثون عن التزام برأي الإمام صلوات الله وسلام عليه وبخط الإمام بأبي وأمي كلام أنه هذا اليماني لكونه لا يجوز الالتواء عليه معناه عند ولاية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه عمي هذا الحش ما إلى وجود نعم لا يجوز الالتواء عليه في أرض المعركة لا يجوز الالتواء على قائد المعركة ما لها علاقة بيماني وغير يماني يعني الآن نحن في زمن الحشد المرجع لأعلى دام ظله الشريف أفتى بوجوب الخروج إلى مقاتلة هؤلاء واتفق القوم على أن فلانا هو سيقودهم طاعة هذا الذي سيقودهم مواجبا لمواجبا إذا مواجب الفتوى بعد ما لها قيمة ما بها لأن غرض الفتوى هو مجابهة هؤلاء فإذا أتبتنى أكد قاتل كيف ما اتفق وأنا قاتل كيف ما اتفق إحنا مرح نقدر نجابه هؤلاء بينما ولذلك من يخرج في مثل هذه الحالات ويعصي أمر قيادته في أرض المعركة هو أيضا لا يجوز له أن يفعل ذلك لا يجوز الالتوار عليه مفت قصة شبيرة لا يجوز الالتوار عليه نعم في ذاك الزمن لأنه زمن شبهات وزمن تردد وإحنا شفنا في الروايات أن الرواية تتحدث الناس ما له قيادة إلى أن تجتمع القيادة يرادلها شلمات مشددة من قبل المعصوم حتى يروحون يلتزمون بس يبقى هل راح يعرفون أنه هو هذا اليماني أو لا من اللي راح يقول لهم الإمام مطالع الإمام مطالع والرجل هو يتحدث الإمام عنه بأنه يدعو إلى صاحبكم ما راح يقول أنا اليماني ما عنده دليل قد يكون عنده دليل في داخله بس ما يقدر يثبت أمام الآخرين فإذا جود بأمر بإلهام أو ما إلى ذلك كأن يكون قادر على معرفة ما في قلوب الذين يتحدث معه مثل ما كان في عهد الإمام الهادي عليه السلام الإمام العسكري وفي عهد الغيبة الصغرى وكلاء الأم منحوا لطفا كانوا يعرفون بما يأتي به المتحدث معهم اللي بداخل قلب كان يقول له حتى يثبت أنه هذا هو من الإمام عندك كيس يقول له الكيس ما لتك كذا وكذا بقلبك أنت جال السؤال الفلاني ما إلى ذلك هذا هنا نخو يثبت واقعا أنه عند ارتباط أما اللي بات شريجي واحد ويقف يقول لهم أنا اليماني المؤمن بشكل طبيعي جدا عليه أن يسأل أنت من لك هذا الدليل من يقول أنت اليماني جايب من ربك خبر إذا شايف طيف عمي أنت وطيف قلي إليك طيف ما يلزم نحن بل حتى إليك ما يلزم يمكن للشيطان أن يتمثل بأي طريقة من الطرق وهذا كلام يجب أن أكد عليه أن الشيطان لا يتمثل بنا لا تروحون بعيد مو كل واحد يجيكم بالمنام يقول أنا الإمام المهدي لا تصور أنه هذا الإمام المهدي الجزء الشيطان هو الذي يتحدث بها لأن الإمام المهدي لا تعرف لا شايف حتى بوقت يشوف هو هذا الإمام المهدي الشرط هنا هو أن تعرف الشخص أما إذا لا تعرف خلي يقول أنا الرسول الأعظم أنا فلان على أن تتبع هذه القذر لا يتمثل بين الشيطان بالنسبة إلى أجسادهم إلى أشكالهم الحقيقية أما لما أعرف شكلها أنا أقدر أطمئن أنه هذا بالفعل هو الإمام صلى الله وسلم نعم بالطيف يقال إلي أنه هذا الإمام أشعر أنه هذا الإمام وفي الكثير من الأحيان تصح الرؤية لكن من حيث الاحتياط للدين أعلي أن ألتزم بهذه الضابط عودا على كل هذا الحديث من يتحدث عن اليماني ما عنده إلا طريق واحد ما عنده أي طريق آخر إلا طريق الروايات واللي يريد يحصل طريق الروايات أنا أتكلم من الأخير إذا صح التعبير لم يحط شخص في الروايات بالغموض والإبهام كما أحيط هذا العبد الصالح شخصية العقائد تم التحدث عنها شخصية المعنوية تم التحدث عنها لكن كشخص هو مواصفات الجسمية مواصفات اسم ما إلى ذلك أبهم تماما بل حتى مكانه لم يتم تحديده في الروايات مع أننا استدللنا على المكان وقلنا بأنه من العراق وقتاله في العراق بسبب أن معاركه في العراق والدليل الرواي لبقية المناطق لا تتيح المجال بالقول بأن جيشا كبيرا جدا يمكن أن يتعن دول النواصف ويصل إلى العراق سألنا سؤال وهذا السؤال قلنا من أين يدخل إذا كان يأتي من خارج العراق من أين يدخل إلى العراق إذا كان الشمال الكوفة مأخوذ من قبل السوفياني وشرق الكوفة مأخوذ من قبل الخراساني من أين سيأتي وغرب الكوفة دولة بيد النواصف تقتل النفس الزكية قبل خروج الإمام مقبل ظهور الإمام تقتله بخمسة عشر يوم وهذا الإدعاء أنه سيطر على مكة وسيطر على المدينة عمي والله بالله ما إلى وجود في الروايات مكة والمدينة الإمام بأبي وأمي يقول إن أهل مكة لا يحبون نا يكره الخروج يجون أصحاب يقول لهم يكره الخروج يقول لهم أن أهل مكة لا يحبون من جبتها أنه يسيطر ويصير دولة مهدوية وجاهزة وما إلى ذلك عمي يتقو الله سبحان تعالى أذكر أحد الناس التي توفق إلى رحمة الله في بداية أحداث جهيمان الاعتابي في سنة 79 كنا في سوريا رحمة الله على الشهيد سيد مهدي الحكيم كان والمرحوم العلامة الشيخ الوائل وشخص رابع الثالث وأنا الرابع يعني كنا في أحد المكانات في سوريا الرجل قال قصة جهيمان كانت مستولية على الأحداث وأيام الحج وهذا هستوى راجعين من الحج أو يكادون أن يرجعون قال الحمد لله والشكور إذا هذا ما يطلع هو اليماني والإمام جاي وراء مباشرتين ما أبقش ذاك الوقت خارجين من العراق ومن ضيم صدام والإعدامات مشتغلة وإلى آخر بس مع ذلك يعني رحمة الله على سيد مهدي الحكيم وعلى الشيخ مهدي الحكيم بقى رجلهم إلى شأنية اللي تحدث بهذه القضو فإذا أك على المشتهال لأنه هذا سوى الحدث الفلان إذن هو هذا سيد فلان سوى الحدث الفلان إذن هو هذا شيخ فلان سوى الحدث الفلان إذن هو هذا عليهم المستعجلين شن اللي رح يصير وبوقت اللي يشوفون أك خراسان إجاء وأك سوفيان اقتحم وسوى سوايات بذاك الوقت مو صعب أن تكتشفوه على أنه يا جماعة الخير الخراسان حينما سيئتي لن يقول أنا خراسان والسوفيان لن يقول أنا السوفيان هذا عليكم بالتتبع بالتدقيق ما ك واحد يعيشين الراية الفلانية والله هذه راية السوفيان إذن خلال رح شوفت ذاك راية الخراسان إذن الراية ترتهي هذا منطق ما موجود ما حد رح يحمل اسم هذه الأسماء كلها مرمزة للدلالة على شيء محدد هذا الشيء محدد ترك إلى فهمك وإلى بصير إذا ما عرفت أنت غير منزم بأي قضية لكن الإلزام الوحيد اللي عليك شنو عليك وعلى اليمان وعلى الخراسان وعلى كل من يوم ذاك أن تكون تحت ظل منظومة المرجع فس اللي كان مرجع فبها عند قدرة أن يفتي لنفسه فبها ما عند قدرة يجب أن يكون مقلدا والرجل لا يطرح بعنوان ذا شأنية علمية خاصة جدا بحيث نقول هو العالم اللي راح توكل لنا كلمة تحريم السلاح ترد باحتمالات متعددة قد يكون من يحرم السلاح هو المرجع اللي قاعد في مكان المرجع ما إلى علاقة بهذا الرجل ويستدلهم بعض الصدج بأنه يحرم السلاح هو يحرم السلاح القائد العسكري يقدر يمنع لو ما يقدر يمنع يقدر يمنع القائد السياسي يقدر يمنع السلاح لو ما يمنع السلاح يقدر الوجيه الاجتماعي شيخ عشيرة أمر عشيرة في أنه لحد يمنع 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 استدلالات العجيبة الغريبة اللي قد يستعين بها فلان أو فلان من أجل تمرير شيء الله أعلم يعني شنو يعني حقاق الأشياء أنا أرجع وأقول لا تطلب اليماني إلا من خلال الروايات هذا أولا لا يوجد أي إعلان باسم اليماني قبل حدوث الحوادث هذه ثانيا اليماني يجب أن يكون له صفة الهدى وحتى يصل إلى صفة أهدى الروايات يجب أن يكون مهتديا والمهتدي في عهد الغيبة لن يكون إلا من خلال كونه يرجع إلى منظومة مرجعية بعد ما يرادلها فذلك كبيرة زيان أنا إذا ما عرفت شما ثم ماذا ما عرفت أصبر لك شوية لما نطالع وارا اليماني بفترة قليلة ويصير ما يصير إذا بقيت تشوك عمي أنت مكلف أنت تتبع المرجع المرجع يقول لك رح تسوي قل لك تتبع فلان ذبها برقبته من الآن أنت مخلي القصة على ظهرك وشايلها وتفتار وما إلى هو جيد تريد تحتمل فلان تحتمل فلان ما إلى ذلك بس لا ترتب أثر شرعي لا ترتب أثر شرعي في هذه القضايا واحتمل الشيء اللي تريد سوي لكن تبقى أنت ملزم حتى تحفظ تدينك بالرجوع إلى المرجع طبعاً تدرون الآن الحديث عن تكريه الناس بالمرجعية الآن إلى صبغة أخرى اختلفت عن السابق في زمن البعثين ما كانوا يريدون المراجع لأنه أكو استقلالية لشخص المرجع والمؤسسته ما يريد يتبع الدولة لكن اليوم مرجعية تصدر ورقة أم تلت تسطر تقلب بها الدنيا هذه المرجعية شنو عود الاستكبار راح يبقى يتفرج عليها ويقول والله يخش أوادم ذولة يلتز مون مثلاً يا أخوان شوي فتحوا عيونكم وعقولكم قدامكم عدو الشرس ولئيم جداً خبيث جداً ما العود يترك مراكز القوة مالتكم كيف ما اتفق وانت حتى تعيشون بأمان وتعيشون مرتاحين مش تبهين جداً مراكز القوة من قبل العدو يجب أن يدمرها بشكل كامل ويبعد الناس عنه من وين يجي الخطر الآن تفتكر الخطر اللي تترقب دولة الصهاين إذا يجي من العراق من وين يجي عود الدولة إذا أمرت مثلاً ما ما تمين في هذه القضية عدهم مشكلة إذا المرجع قال إذا المرجع قال ذكرك فإذا هذا المرجع عنده قدرة روحية ومعنوية في قلوب الناس بحيث خليهم يتقدمون فدائيين إلى هذا المجال وأي فدائية أم تجي يجيها ابنها مستشهد مقتول في بداية الأمر تدرون في بداية الأمر الشهداء كان أعظم علينا من الأيام التي اعتادين على كثرة الشهداء وما إلى ذلك لكن من تطلع الأم وتلهل وتقول لأبنها بيضت وجهي أمام فاطمة الزهراء هي قوة ما يمكن أن يستهن بها العدو الأمريكيين راح يتركون تركون المرجعية مثلاً ما يضعفوها لو راح ينظرون إلى التقليد بقضية والله هذا بينهم وبين أنفسهم لا راح يهاجمون التقليد ويهاجمون الإجتهاد ويهاجمون المرجعية وما إلى ذلك السر وين نحن المرجعية الوحيدة التي حفظت التشيع طوال كل هذه القرون من زمن الغيبة إلى يومنا هذا عليكم أن تسألون ما حفظ التشيع جدت صارت هجمات علينا جدت قتلنا جدت ذبحنا من اللي حفظ فإذا كانت أكو قوة حافظة وقوة ماسكة وما إلى ذلك إذن في تخطيط العدو يجب أن يكون حتى لو ما قالوا علينا أن نتوقع هذا الأمر بل علينا أن نتيقن من هذا الأمر يجب أن يحطموها إذا اليوم جاي يشوفون أنه جاي يهاجمون كل عقد التماسك المجتمعية بنشرهم للشذوذ نشرهم للإلحاد نشرهم للميوعة نشرهم للمخدرات حتى شيء يصير حتى تتفكك المجتمع فقطعنا الرأس يأخذ مجاله الأكبر والأعظم في هذا المجال نحن رأس التشيع المرجحي وشفت الآن هذه المفارقة العجيبة اللي موجودة الآن في هذا الزمن مدارس المخالفة لأهل البيت قالوا مرجعيتنا هو ولي الأمر شيء يريد يسوي احنا مؤمورين بأن نطيعه ونلتزم به الشيعة شنو قالوا قالوا احنا تكلفنا ناخذها من مراجعنا لا ولي الأمر ولا هم يحزنوا عدنا مراجع امرنا بأن نتبعهم شيء يقولون احنا نروح نسوي حتى ولاية الفقه مو بها ولي الأمر ولايتهم مأخوذة من 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 نفس ارجعوا إلى رواة حديث ما مأخوذة من جانب آخر من نفس مبدأ الرجوع إلى الفقه الولاية مأخوذة من هناك والعمل بمختضاها مأخوذ من هناك ما مأخوذ من مكان آخر اليوم في قضية غزة وهال مذبح العظيم اللي تجري أمام أعين العالم اللي قالوا ولاة الأمر ما لتنا الحاكم الفلاني وما إلى ذلك اش سوا والغزة نصروا لو خذ له اتبروا لو احتضنوا شفت الصور اش قد مريعة اللي اسمهم ولاة الأمر هم الآن اللي يمررون الغذاء والدواء إلى الصهاين من الله وفق أخواننا في اليمن في أن يضربون إيلات والحمد لله البارحة العراقيين أيضا مقاومة العراقية أيضا اشتركت في هذا الأمر انقطعت السبل بالصهاين أحد أهم الموانئ الأساسية مالتهم هو إيلات من قام تجيهم القضية تموين من قام يجي تركيا اللي تدعي أنها هي دولة الخلافة والإمارات موانئها مفتوحة والسعودية طرقها مفتوحة ذول ولات الأمر اللي ترجعون ما نستغرب لو أنه قل لكم سكتوا واعتبروهم خوانا اعتبروهم غادرين لأنه ما رجعوا إلى ولي الأمر وعدهم هو ولي الأمر بتعبير كثير من علماءهم لو شفنا لو شفنا يزني على شاشة التلفزيون هم راح نطيعها وبهال القباحة وبهذه الشاكل هي فقه معاوية وما أدرك ما فقه معاوية اللي مرروا عليهم كل هذه السنة اليوم الشباب المسلم عليه أن يتأمل في هذا المنظر أدري إذا علماءك سكتوا وما قبل وينصرون هؤلاء هذه الظلامات العظيمة ماكو يوم ما بي نداء بالآلاف من ينادي يا للمسلمين نساء أطفال كلها الصيح يا للمسلمين ما تشوفون ردة الفعل ماذا البارحة أو أولة البارحة السعودية كان عندهم احتفال عظيم بيوم الإبل عيد خاص للإبل المسوي لا فلسطين ولا غزة ولا أطفال ولا نساء ولا هم يحزنوا كلهم ذنبانهم وجود على الشاب المسلم في هذا الزمن أن يعرف أن جهة إنقاذه لن تأتي من قلال هؤلاء الخوانة أو الذين يخضعون إلى هؤلاء الخوانة الإنقاذ سيأتي من إمامكم المهدي صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله أن يرينا وإياكم طلعته الرشيدة غرته الحميدة وأن يكحل عيوننا برؤية هذه الأرض وقد أشرق عليها نور ربها بظهوره صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله أولا وآخرا وصلاةه وسلامه على رسوله وآله أبدا 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 أبدا